الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم يرين اليوم أبطال غزة تفسيراً واقعاً للآيتين الكريمتين فنرى بأم أعيننا كيف تذهب أعمال الصهاينة في ضلال وكيف تتحول آمالهم إلى سرب أكثر من مئتين وخمسين مليون دولار كلفة اليوم الواحد من الحرب الصهيونية على فلسطين كما يقولونهم تضيع هذه الملايين عن كل يوم من دون أن يحققوا أهدافهم لتبقى الرهائن بيد المقاومين لا يردونهم إلا كما قالوا أولاً بتحرير أسراهم وتبقى المقاومة قادرة على ضرب الكيان في عمق الأراضي الفلسطينية المختصرة وتبقى كلمة الفلسطينيين موثوقاً بها على حين لا يثق العالم بكلام الكيان المحتل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ألم تذهب أعمالهم في ضلال؟ ألم تذروا آمالهم الرياح؟ ويقتحم أحد أبطال غزة ليزرع عبوة متفجرة محلية الصنع تساوي دولارات معدودة في جسم دبابة إسرائيلية ثمنها ملايين الدولارات لتتحول الدبابة كومة حديد جامدة وكتلة معادن هامدة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ومثل ضياع المال والعتاد تضيع آلة الإعلام الصهيوني في نجاحات إعلام فلسطين ليخرج وزير الحرب عندهم أمس خائفا من إعلام المقاومة يقول غدا تبدأ الهدنة المؤقتة وستنشر غزة عنا الإشاعات الكاذبة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أما الذين آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم فبشراهم ببشارة القرآن ووعد الرحمن كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم بشراكم يا أهل غزة كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم قال المفسرون يعني أصلح شأنهم ويعني أصلح حالهم ويعني أصلح أمرهم ويعني أصلح قلوبهم ويعني أصلح نياتهم ترجمة نانسي قنقر